وارجعنا لكم تاني مع أولى فقراتنا النهاردة وفقرة مهمة جدا جدا اقتصاديا وزراعيا فقرتنا النهاردة هنكلم فيها عن الطمور وتحديدا أفاق انتاج الطمور في مصر تعد شجرة النخيل من الأشجار المعمرة اللي بيكثر زراعتها في مصر والجزيرة العربية والعراق وإيران ومصر بتحتل المركز الأول عالميا في انتاج الطمور بلغ انتاجنا سنة 2020 مليون وسبعمائة ألف طن منها ما يستهلك محليا ومنها ما يصدر من أشهر أنواع الطمور المصرية الزغلول الأمهات السيوي الحياني وهناك أيضا أنواع دخيلة بدأنا نستوردها ونزرعها في مصر ولقيت قبول شديد جدا زي البرحي ودجلنور والمجدول علشان كده يسعدنا يكون معينا النهاردة ضيفي الدكتور خالد بن الوليد خبير النخيل أهلا بحضرتك يا دكتور ومعي ضيفي العزيز الدكتور أشرف الفار الأمين العام للاتحاد العربي للطمور بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية جامعة الدول العربية أهلا بك أهلا بحضرتك أول حاجة كده علشان أعرف سيد المشاهدين عايزة أعرف أنواع الطمور من حضرتكم هو أنواع الطمور في مصر فيه الطمور زي ما حضرتك قلت في الأول هي طمور محلية أصناف محلية زي الزغلول والسماني والأمهات والأصناف أصناف كتيرة في منها الجاف والنصف جاف والطازج الفرش يعني فأنواعنا بالفضل الله في مصر كتيرة جدا وزي ما حضرتك قلت إحنا إنتاجنا ضخم جدا بنحتل مرتبة رقم واحد في العالم في الإنتاج ولكن الموضوع اللي يعتبر هو الأهم موضوع التصدير إن إحنا إنتاجنا أو إحنا كدولة مصدرة إحنا مش رقم واحد إحنا رقم 13 فهي دي يعتبر المحور الكبير دخلت عندنا أصناف جديدة من أصناف عربية زي ما حضرتك قلت المجهول أو المجدول البرحي ودي أصناف موجودة بالفعل بقالها فترات طويلة في مصر بدأنا ننافس بقوة في الأصناف دي بالإضافة إلى الأصناف المحلية الأصناف المحلية كان لها دور كبير جدا أو المرحلة اللي جايها هيكون لها دور كبير في موضوع التصدير بدأت تطلب الأصناف المحلية زي الزغلول بقى يتطلب بفضل الله كويس دلوقتي بر مصر طبعا المجدول له سوء عالمي المجدول له سوء عالمي وله أسعار عالمية وبدأت مصر تخش بقوة في المنافسة فمن ناحية الأصناف احنا عندنا أصناف ما شاء الله كتير أرجع يا دكتور أشرف الأصناف اللي احنا بدأنا ندخلها مصر وعلى سبيل المثال انا هتكلم عن البرح برغم ارتفاع سعرها وفرق كبير قوي في السعر بينها وبين الأصناف المصرية اللي ان فيه عليها إقبال شديد وبدأنا فعلا ننتجها بشكل أكبر حضرتك شايف مدى مطبقتها للجودة ان احنا ممكن نصدرها الحقيقة طبعا يمكن مصر تتربع زبحانك قلت عن عرش الانتاج العالمي بانتاج يقدر بواحد وسبعة عرشة مليون طن يمكن ده السنة اللي فاتت والسنة دي الحمد لله رب العالمين المبشرات بتؤكد ان احنا الانتاج بتاعنا جيد جدا جدا وفي ازدياد مطرد نتيجة أعداد النخيل الكثيرة جدا جدا اللي احنا فعلا بركزين على الفترة اللي فاتت وكان يمكن الحكومة والقطاع السياسي فيها كان نركز قوي قوي على هذا القطاع لانه قضاع استراتيجي وقطاع مستدام واصبح عندنا مشاريع ضخمة جدا لزراعة من 3 إلى 5 مليون نخلة ودي هتبدأ انتاج بتاعها في خلال السبع من 3 سنوات لخمس سنوات القادمة وده هيزود الانتاج بتاعنا من 1 ساعة من 10 مليون طن إلى ممكن توصل لتنين ونصف مليون طن شوال هيجي لوقتي عندنا التحدي الكبير جدا جدا انا هعمل ايه في الاتنين ونصف مليون طن لدول زحالك ذكرت ان احنا بنركز على اصناف مهمة جدا دلوقتي زي البرح والمكدول وبدأ الانتاج بتاعنا ما شاء الله انتاج فخم جدا جدا وانتاج جيد وانا بقول ان البرح اللي موجود في السوق اللي تعد من افضل انواع البرح اللي موجود على مستوى العالم يمكن البرح اللي موجود في الشرق الهوينات من تقريبا 50 ألف نخلة هناك بتزرع برحي بدأ ياخذوا الاسواق المصرية بدأ المصرين يحسوا ان فعلا فيه انتاج جوافير وضخم وبسعر مناسب جدا على فكرة ويمكن احنا بنتوسع في هذا الصنف من البلح او من الطمر في الفترة القادمة اسعاره هتقل في السوق وده حاجة جيدة بحسب السعر بتاعه مرضي للمنتج ومرضي في نفس الوقت المستهلك لان البرح من البلح طبعا المهم جدا جدا بيدي قيمة غزائية عالية طاقة عالية جدا جدا مفيد جدا جدا لبناء العصاب مفيد جدا جدا لصحة دماغية وصحة القلب ومفيد جدا حتى لمرض السكري ان البرح من الاصناف اللي فيها كمية بسيطة جدا من السكر الثنائي اللي هو المعقد اللي بيع مشاكل لمرض السكر دكتور خالد البرحي بدأ يخزه فعلا الاصواق المصرية وفيه عليه اقبال شديد جدا مختلاف طعمه عن البلح المصري عن الاصناف المحلية هل ده ممكن يخلينا الاصناف المصرية تبدأ تقل او تبدأ زراعيتها تقل وانتاجنا منها يقل هو الناحية دي مش مرتبطة بقت مرتبطة بالزوق العام اه ما انا بتكلم ان الزوق العام دلوقتي اه الزوق العام دلوقتي بقى عندنا ان الاصناف زي البرحي مثلا في الاصناف الفرش الطازة البرحي له اقبال كويس والزغلول برضو له اقبال كويس كصنف محل وبالتالي هو فيه توازن ما بين الاتنين ولكن لما نيجي نحسبها بطريقة اخرى العائد للمزارع يقولك انا هزرع البرحي لان العائد للمزارع في البرحي اعلى من العائد للمزارع في الزغلول وهيدي له انتاجية اسرع من النخل مش اسرع هو مش موضوع اسرع هو موضوع ان هو الكم بتاع البرحي بيطلع كالشجر واحدة بتشيل كم كبير توصل من 200 لحد 500 كيلو حسب بقى التغذية وبرامج وقصص كبيرة جدا متدخلة بتاع الزغلول لا اما بيطلع عشر الانتاج ده بيطلع 150 ل200 كيلو ده الاقصى بتاعه وبالتالي ده هنا موجود وده موجود كمزارع انا بفكر فيه لان هزرع برحي فخلى الناس كتير جدا بدأت تتجه للبرحي فادم ساحة كبيرة جدا للناس بتاع الزغلول ان سعر الزغلول دلوقتي موجود في السوق مثلا ب12 جنيه و13 جنيه في السوق فده رقم كبير مقارنة بزمان كان الزغلول ب3 جنيه و4 جنيه ايه اللي خلى حصل الفجوة ديت ان الناس كتير جدا توجهت للبرحي وثبت الاصناف المحلية وبالتالي بقى فيه مساحة كبيرة للزغلول ان هو يتواجد وبسعر كويس وله مستهلكي يعني انا كواحد كفرد مواطن مصري باكل البرحي وباكل الزغلول ده له مزاق وده له مزاق فالاتنين انا باكلهم فالبرحي اغالي شوية ولكن هجيبه بكمية قليلة الزغلول رخيس شوية هجيبه بكمية اكبر وبالتالي حصل فيه توازن في السوق من الحتة ديت بالاضافة ان الزغلول دلوقتي كمان بقى يتصدر بس انا عندي فيه اصناف بقى ضاعت في الرجلين يعني انا عندي اصناف تانية بعيد عن الزغلول اصناف مصرية معددش يعني لا بصي نقسم الاصناف المصرية ما فيش حاجة ضاعت في الرجلين الاصناف المصرية عندنا الزغلول والبرحي لا البرحي مش صنف المصري كان الزغلول الأمهات فيه بعض الأصناف المصرية الفرشات دي كلها موجودة وبتتبع بسعر كويس الصنف بقى دي الفرشات فيه بقى الأصناف النصف جفة زي السيوي أو الصعيدي أي أن كان الاسم بتاعه متواجد ولكن بيبقى إقبال بتاعه الأكبر بيكون في شهر رمضان أو فترة بتاعة قبل رمضان نصف جاف وفيه الجاف خالص زي الأصناف اللي موجودة في جنوب الصعي كل واحد وله استخداماته كل واحد وله ظروف بنعظم الفايدة من كل واحد بنحنا بنمشي إجراءات معينة عمليات زراعية معينة عشان يديني المنتج الجودة المطلوبة عشان أوسع سوقه بدل ما يبقى جوا مصر أروح كمان برا مصر أصدر من وقع خبرتك وموقعك في جامعة الدول شايف أن حجم تصدير الأصناف المصرية تحديدا مناسبة ولا محتاجيني دعمها أكتر بشكل أفضل سؤال معليكي واجه جدا جدا وبيمس نقطة مهمة جدا جدا بالنسبة للإنتاج طبعا هذا الإنتاج كبير وبيكثر يوم بعد يوم نتيجة أعداد الدخير اللي بيتزرع فإحنا قدام تحدي جبير جدا جدا نحن محتاجين نصدر ومحتاجين نجل بعلمة صعبة من هذا الإنتاج ونحس بالإنتاج بتاعنا فين وزي ما إحنا رقم واحد في الإنتاج محتاجين يكون أيضا رقم واحد في التصدير على مستوى العالم خاصة أن الأمة العربية بصفة عامة بتمتج 80% من الإنتاج الأعلامي البلحة والتمور كلها موجودة متربعة في منطقة الشرق الأوسط فالعالم كله محتاج للتمور بتاعتنا دي محتاج للطاقة الهائلة الموجودة فيها محتاج للمنجم الكبير جدا من المعادن والبيتامينز ومضادات الأكسادة إلى الآن ما يصدر من التمور المصري اللي يتعدى 50 ألف طن إنه نسميه 3% فقط من الإنتاج يعني تخيل حولك إحنا رقم واحد في الإنتاج وهكي رقم 13 في التصدير وده طبعا دي معضولة كبيرة جدا جدا محتاجين إحنا يعني أن نقف عندها ونضع الحلول ونضع الروجتة المناسبة جدا جدا لزادة التصدير وأنا بقول دايما إنه أول درس بنقده في التسويق اللي هي reality no matter perception is a matter إيه معنى الكلام ده الحقيقة فين مش أهم حاجة الحقيقة أهم حاجة إدراق الحقيقة فلمحتاج الطرف الآخر يدرك إن مصر فعلا هي رقم واحد في الإنتاج يمفيد الرقم واحد في الquality رقم واحد في الpackaging رقم واحد في الpromotion بتاع المنتج بتاعي ونقول دايما للناس إن ال5Bs في التسويق لازم تدي نفس الرسالة ماينفعش أكون بنتج أنا طمر بتاعي كويس والجودة بتاعته مش كويسة والشكل الخارجي بتاعه مش كويس والمزاق بتاعه مش كويس نتيجة طبعا عدم التخزين الجايد لهذا الطمر فنحن قدام سروة قومية مهمة جدا جدا فهم يحتاجين نهتم بيها وزي ما قلت حالاتك إن مصر تستحق مصدر أن تكون لها رقم واحد في التصدير على مستوى العالم يبقى أنا شايفة يعني مصر رقم واحد في الإنتاج ورقم 13 في التصدير ورقم 13 ده رقم وحش جدا لأن قلنا أعداد البلاد المنتجة مش كتير مش كتير مش كتير فرقم 13 رقم مش كويس نعم وده مش بسبب عدم جودة الصنف لأ هو الصنف ممتاز وإنتاجه تمام لكن بأسباب تانية منها التخزين منها طرق التصدير منها التعامل مع الصنف بشكل معين التغليف اللي يكون لها عوامل بشرية نعم طيب أنا إزاي أقدر أتغاضى عن ده ودور المنظمة فين في فتح أفاق جديدة للتسويق نعم بالنسبة لنا إحنا كمنظمة تتمع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وجملة الدول العربية نحنا إزاي بيت خبرة كبير جدا جدا بيضم أكبر المنتجين وأكبر المصدرين وأكبر المصنعين على مصدر الأمم العربية بنعمل تبادل للخبرات بين كل هذه الدول بحيث أن احنا الخبرة الموجودة في تونس رقم واحد في تصدير تبقى موجودة في مصر أيضا تونس عملت إيه عشان توصل بالمنتج بتاحها دجل تونور تبقى رقم واحد عالميا وأصبح أحسن بلند بيصدر إلى دول أوروبا إلى العالم كله بصفة عامة فاحنا بنحاول ننقل هذه الخبرات من دولة إلى أخرى خلال اتحاد العرب للتمور يمكن الاتحاد العرب للتمور في مصر بالذات احنا كمصر كمقر الاتحاد فعملنا دلوقتي تريبا مهرجانين كبار جدا جدا المؤتمرين كبار للتمور كان المؤتمر الأول للنهوض المستدام لقطاع التمور في دولة مصر العربية وده كانت عمل بالتوازي مع مؤتمر شحاري الزراع الكبير والمؤتمر الثاني تم في شهر إبريل الماضي في حديقة الأرمان كان المؤتمر الثاني وعملنا مهرجان كبير جدا للتمور المصرية واكتذبنا الكثير من الدول العربية تكون موجودة معنا هنا يمكن احنا محتاجين المهرجانات والمؤتمرات تخرج خارج نطاق دول الانتاج انا مش محتاجة عمل مؤتمر ومهرجان في بلد الانتاج انا عايزة عمل في البلد اللي انا هصدر لها البلد بقى البلاد المستهدفة للتصديق فاحنا بدراسة مستفيدة لقينا ان اكبر الدول استيرادة للتمور على مستوى العالم دلوقتي هتلاقي الهند رقم واحد وبعد كده تيجي مثلا المغرب رقم اثنين بعد كده تيجي فرنسا رقم ثلاثة ثم اندونيسيا وماليزيا ثم اوروبا بصفة عامة المنتج بتاعنا منتج جيد وممكن يعني الانتاج بتاعه وجودته والفرايت بتاعته والتنوع بتاعه يسمح بتواجده في دول اوروبا وعملنا دراسة اثبتت ان حجم التصدير او معدل السعر العادل للكيلو جرام في دول اوروبا يتعدى 2.5 دولار الكيلو العادل في الصين يتعدى 1 دولار الكيلو العادل او سعر الكيلو السعر العادل للكيلو يتعدى 1.4 دولار في روسيا فإذا في عندنا تلوق فاحنا محتاجين نعمل فوكس الفاتر الجاعة دول اوروبا ان في عالم ممكن نصدر الطمور بتاعنا بسعر عادل وسعر جيد وسعر يقدر يضمن ربحية جايدة للمنتج وفي نفس الوقت يضمن جودة عالية جدا للمستهلك فاستهدفنا دول اوروبا ويمكن الانتحاد العرب للطمور دلوقتي عمل اتفاقية جبيرة جدا مع دولة اوكرانيا لعمل المهرجان والمؤتمر الاول للطمور بقلب اوروبا خالق نطاق الامة العربية وخالق نطاق الانتاج راحنا رايحين بنفسنا نطاق الاستهلاك ويمكن احنا في عندنا زخم كبير جدا للمؤتمر اللي جيهة ان شاء الله في شهر اكتوبر القادم هيكون اول مهرجان للطمور العربية في قلب اوروبا في اوكرانيا في اوداسا في اوكرانيا نعم هو اكيد ان انا لما باجي اسوق منتج او بسوق نبات او زراعة او فاكهة ايا كان الصنف اللي انا هعمله تسويق افضل حاجة ان انا اقدمه بشكل كويس بعيد عن ان الطعم والجودة انا متأكدة ان الطعم والجودة لا يعل عليه لكن الشكل الخارجي للصنف يكون يليق باسم مصر اكيد افا يليق باسم مصر رقم واحد ويليق باسم الامة العربية رقم اثنين دي نقطة مهمة جدا وده اللي احنا بنكز عليه يعني احنا بنقول ان المهرجان اللي جاي في اوروبا مش اي حد يقدر شارك فيه احنا بننتقي الشركات التي تكون سفراء لبلدانهم وسفراء لاوطانهم العربية خارج الوطن العربي في اوروبا وانا هتم جدا بالشكل وانا هتم جدا بالمضمون بحس الباكتج في النهاية يكون يساوي القيمة الحقيقية لما يحتويها هذا الباكتج دكتور خالد ارجع لحضرتك وعايز اعرف ظروف الانتاج والطرق تأثير زي ما حاكت كلمتي او دكتور اشرف اتكلم وقال ان احنا في الاخر عندنا منتج نهائي المنتج النهائي ده لازم يكون على المستوى اللي يلافس به عشان نوصل لمرحلة ان احنا منتجنا منافس التمور بتاعتنا التمر اللي بتاخديها حضرتك بتكليها اخر الموسم هي عبارة عن تاريخ كامل للمعاملات اللي حصلت بداية من الزراع لحد ما وصل لحد حضرتك عشان تبداية تكليه الدول الاوروبية او دول العالم كلها دلوقتي بقى عندها رولز معينة عشان تستورد اي منتج زراعي ومن ضمنها التمور وبالتالي احنا لازم نكون كمنتجين انا بتكلم على الانتاج كمنتجين للتمور لازم نكون مطابقين للمواصفة اللي مطلوبة في اوروبا عشان اوصل للمرحلة للدكتور اشرف بيتكلم عنها ان انا يبقى عندي منتج موجود في اوروبا ده مش هيجي من فراغ وبس مش هيجي من شكل الباكينج لان الناس دي اتقال باكينج جميل والعين بتشتري زي ما بقولوا قبل اي حاجة ولكن الناس دي بتاخد سامبلز عينات وبتحلل وبتشوف نتائج تحاليلها هل هي مطابقة للمواصفة اللي هم عاملينها ولا لا وبالتالي بدأنا في مصر بشكل قوي جدا بدعم وفني للناس كلها للمزارعين كلهم يا جماعة احنا فيه رونزو معينة لازم يكون عندنا برنامج تسميد محدد عشان يديني سمرة بشكل معين بمحتاج برنامج مكافحة محدد سواء فطري او حشري عشان يميبقاش عندي متبقيات في النهاية محتاج اننا يكون عندي شهادات حاجة اسمها الجلوبال جاب الجلوبال جاب دي احنا لو الجلوبال جاب زي البصبور بتاخده كنتم سافرة برا لو مش معاك البصبور مش هتسافره هو الجلوبال جاب دا هو البصبور بتاع المنتج اللي هيخليه سافر برا الجلوبال جاب دي باختصار شديد هي حاجة مواصفات بتتعمل جوا مزرعتك وجوا المحطة بتاعتك عشان تكون مطابقة للمواصفات المطلوبة في اوروبا عشان بيطلع عليها شهادة ان ده منتج مطابق للجلوبال جاب وهي شهادة معتمدة في الدول الاوروبية وبالتالي اي منتج او اي حد يصدر اوكرانيا يصدر روسيا يصدر اوروبا بأي مكان لازم يكون معا الشهادية الاستيب بعد كده بعد ما خلصت عملية الانتاج وطلب منتجك مطابق للمواصفة العمليات التخزين اللي الدكتور بتكلم عنها ان المنتج ممكن يتغير طعمه يتغير شكله الخصائص الفيزيقية بتاعته كلها ممكن يحصل فيها خلل نتيجة التخزين اللي مش مزبوط هل احنا عندنا التلاجات او المكان اللي يقدر نخزن فيه سواء المجدول الكصنف يعتبر هو الصنف العالمي بالنسبة لنا دلوقتي هل احنا ده متاح عندنا ولا لا كل الامور ديت امور لازم تتحطف الاعتبار احنا في مصر بدأنا نشتغل بقوة على الحاجات ديت قصة الباكينج دلوقتي في مصر بقى عندنا فيه هاوس باكينج كبيرة جدا ولنا شركات كبيرة موجودة في مصر ومزارع كبيرة في مصر المنتج بتاعها منتج مشرف موجود في اوروبا بشكل قوي جدا ومشرف فاحنا ماشيين في مصر دلوقتي في الاتجاه اللي احنا هنتواجد بقوة زي ما الدكتور اشرف يقول ان احنا الفترة جاية احنا محتاجين اتواجد بقوة كمية الانتاج اللي هتكون خلال الثلاث اربع سنين جايين هتبقى كمية ضخمة جدا لو احنا ما تحرقناش وطلعنا المنتجات معظمها كلها برا عشان تجيب زي ما قال الدكتور برضو عاملة صعبة عشان تخدم القطاع الزراعي بشكل كبير لازم يبقى فيه انت منطابق للمواصفة بكل ابعادها عشان تقدر تنافس برا دكتور اشرف ارجع للاهمية الاقتصادية لمحصول الطمور وحضرتك اتكلمت ازاي اقدر انافس برا او ازاي اغزو السوق العالمي والسوق الاوروبي واتكلمنا عن ان هيكون فيه مهرجان كبير للطمور في اوروبا طيب انا كمزارع مصري وعايز اعمل ماركتنج للمزرعة بتاعتي وهي مساحتها كبيرة جدا حضرتك تنصح باي اول حاجة اشوف النصيحة هنعمل زي الشركات الاملاقة الكبيرة هنم تيجي تعمل تسويق لمنتج جديد سواء كان شوكلت سواء كان صنف جديد من الدواء صنف جديد من الاغذية واتفر نقيس عليها دايما انا بنصح المزارعين واصحاب المزارع الكبيرة بالذات ان يعملوا outsourcing للتسويق ما يعملش تسويق بنفسه لازم التسويق تكون ناس خبراء في التسويق ومختصين بهذا الامر ويكلهم بجت معينة وبرسنت معينة من البيع تضعف على السعر النهائي للمستهل بحيث انا في النهاية انا في النهاية انا دكتور اشوف فاقف عند الجزئية دي لان معروف ان المصريين بيعملوا حاجات كبيرة جدا وييجي على حاجة صغيرة قد كده ويبوز الدنيا ودي مشكلة عندنا في مصر بس يعني احنا ما عندناش حطة التخصص اللي هو انا عندي فالحاجة باية على نفسها فممكن الدنيا بالضبط كده حاليك بس اللي كان بينفع يستردي او امس مش هينفع النهاردة ومش هيمشي ولا بكرة فانا بقولهم دلوقتي الانتاج بيزيد وعشان نخرج من مشكلة الساتوريشن يعني ايه الساتوريشن تشبع تشبع معناه ايه ان الديماند هيكون اقل من المعروض فالمعروضة ما يكون مجبود بكمية كبيرة في الاسواق هيؤدي الى تدني كبير في السعر فانا محتاجين نلحق ان اقطوديها جماعة انا محتاج ان انا زي بصرف كويس على المزارعة بتاعتي بصرف كويس على التسميت بتاعي بصرف كويس جدا على معاملات السلاسل القيمة بصفة عامة لازم التسويق يكون ليه دور مهم جدا جدا لان التسويق اهم حاجة في السلسلة دي كلها وزي موضع حركة التخصص مهم جدا انا صاحب المزارعة اللي بيصرف على كل السلاسل القيمة دي بيجي على التسويق ويقول انا ما اقدرش اسرف او بيجي يبخل على نفسه هو بيبخل على المنظومة كلها لأسف الشديد انا بقوله تعالى اطلع معي مؤتمر ساي اكس واي زي يقوله والله المؤتمر غالي اطلع مش غالي المؤتمر ده بالنسبة لك هو الانفستمت هو الاستثمار الحقيقي اللي انت بتعمله للمنتج بتاعك انت يهف تو بلد يور ايدنتيتي لازم تبني الشخصية بتاعتك هتبنيها ازاي من غير ما تصرف عليها ومن غير ما تحسن استغلالها يحنا على مستوى ابناء منيجا عنهم بدأ عليهم احسن تعليم فهو نفس الكلام بالنسبة لحالتك يعني انت التسويق بالنسبة لك كروشيال او حاجة مهمة جدا جدا من المراحل الانتاج بتاعتك انت بتنتج مجيش على اخر مرحلة اللي هي شوية المرحل مهمية جدا الماركتينج بتاعك وتقول لا فنا ده بناديهم بقولهم الجماعة ارجوكوا شوفوا شركات متخصصة في التسويق واعمل على علاقة شراكة يبقى فيه بارتنورشيب بيني وبينك بين هذا الشريك المجول للتسويق وده بقى مسؤولة بقى عن ومسؤولة عن ومسؤولة عن السعر ومسؤولة عن ومسؤولة عن المعارض والمؤتمرات وهيديك شكل جميل جدا جدا سوشيال ميديا هيشتغل معاك هيبقى متخصص في هذا الأمر اللي بيقى احنا في الوقت العصر اللي حينا موجودين فيه دي لوقتي اللي مش هيشوف التسويق مش هلاقي له مكان الفترة اللي جاءها الأسر الشديد انا طبعا باستغل الفرشة وجود هنا دلوقتي ان القيادة الحكيمة دلوقتي يعني اثبتت بما لادع مجال الشكل هي مهتمة جدا جدا بموضوع التسويق مهتمة جدا بالتخصص يمكن احنا شوفنا للفترة القادمة القيادة الحكيمة دشرت مدينة جديدة للتغذية في السادات التغذية المدرسية اللي هي تخدم تقريبا 14 مليون طالب من ابنائنا ودي عشان تعالج حاجتها معالي الرئيس قال 3 حاجات مهمين جدا جدا قال الأليميا قال التقزم قال سوء التغذية فاحنا بنعالج الحاجات دي كلها انا بقول للمعالي الرئيس وبقول للقائمين على هذه المدينة اللي هي السايلو فودس محتاجين ندخل التمور المصرية في كل الصراعات الغذية تخرج بها لان التمور المصرية تعالج أليميا هتعالج التقزم هتعالج سوء التغذية هندخلها في الباسكويت هندخلها في الكيكات هندخلها في المعمولات وندي لأبنائنا فعلا غذاء صحي متكامل فيه ألياف وفيه معادن وفيه حديد فاحنا هنقل أبنائنا وهنساعدهم منهم يحصلوا التحصيل الجيد دكتور خالد لو هتكلم على التطور أو أطوار النمو والنطق بالنسبة للتمور تمام بالنسبة للتمور لو هتكلم طبعا هي فيه الأطوار بداية وهنتكلم عن الجزئية اللي الدكتور أشرف اتكلم فيها وهي غنى التمور بالحديد وبالفيتامينز والألياف والألياف أنا عايز أعرف هل بتختلف من صنف الصنف كزراعة وفي المعاملات بيتم معاملاتها بشكل مختلف ولا المعاملة صنفة هو طبعا المحصلة بتاعت كل صنف أو المنتج النهائي بتاعت كل صنف اللي هي تمور نفسها سواء برحي مجدول سيوي في الآخر هي محصلة طمرة ولها معاملات مختلفة كل صنف له معاملات مختلفة طوال العام سواء من مراحل تعتبر أو البرنامج التسميدي بتاعت كل صنف عشان أنا مثلاً البرحي بيحتاجه فريش أو طازة فلازم بيبقى ليه معاملات خاصة في برامج التسميد لأن شجرة بتشيل كمية هائلة فبيبقى ليها برنامج تسميدي مختلف برنامج راي مختلف برنامج مكافحة للأفات الحشرية والفطرية برضو مختلف فالبرحي له نظامه وفي النهاية بيديني السمرة السمرة ديات اللي أنا بيقولها فريش لها محتوىها الغذائي الذي يختلف كلياً وجزئياً عن المجدول يختلف عن السيوي يختلف عن دجلة نور فالمحتوى الغذائي بيختلف من صنف لصنف كل صنف له محتوى الغذائي من الفيتامينز من الأملاح من الأنسجة كل واحد له هم كلهم موجود فيهم كل الأصناف يعني هنا في حديد وهنا في حديد وهنا في حديد هنا في فيتامين ألف وبيه كلهم موجود فيهم ولكن اختلاف الرشيز بقى نسب نفسها جوة كل سمرة نفسها بتختلف وبالتالي مثلاً دول زي شارع أوروبا بيبقوا عايزين المجدول ليه المجدول؟ المجدول سمرة صفاتها إن هي لحمها سميك جداً بتدي طاقة حرية عالية جداً الدول دي عايشة في فرد طول السنة أو عايشة في ثلوغ طول السنة فبتحتاج حاجة تعوضها لنقص الحراري ده وبالتالي بتاج فيها ملتي narcissist المجدول طاقة حرية عالية جداً الأصناف التانية المصرية فيها نفس الحاجات ولكن باختلاف النسب وبالتالي هم إيه اللي خلى سعر المجدول غالي مقارنة من الأسعار التانية كلنا معنا عربيات ولكن الألمانية غير العربية الكورية غير العربية كلها ولكن هي المحتوى بتاع كل صنف من الأصناف ديت بيختلف كليا وجزئيا كما وليس نوعا كما وليس نوعا يعني أفهم من كده دكتور أشرف أن السوق بيختلف السوق الأوروبي بيطلب صنف السوق الهندي بيطلب صنف السوق الدول الشرقاسية بيطلب صنف كل سوق له صنف أنا كمستثمر مش هقول كمزارع كمستثمر عندي إنتاج علي إزاي أقدر أوصل المنتج بتاعي للسوق حتى لا ما بيتطبقش المواصفات بتاعته كويس جدا شوف حالك وفي حد أدنى من المواصفات اللي اتفقنا عليها عشان نودي المنتج بتاعي في أي مكان لازم في حد الأدنى اللي قالها المهندس خالد الحاجة الأهم بالنسبة لي أنا دلوقتي هي السوق عبارة عن عرض وطلب وبارة عن تسويق جيد أنا أقول حبيبي باللوقتي أن كاليفورنيا ما كيف تزرع حاجة اسمها طمور خالص باللوقتي متتوسع جدا جدا وأصبحت لها رقم في التصدير بالنسبة للطمور المجدود وأصبحوا في كاليفورنيا بيبيعوا بالطمرة بالحباية والحباية ممكن تصل لواحد دولار واحد ونص دولار الحبة الواحدة حسب منتي بتعرضيها إزاي يمكن أنا التقيت مع بعض الشركات اللي عاملين هناك وشفتوهم بصراحة فقالوحنا بتعامل مع الطمرة أكله دايموند أكلنا بنسوق لديموند ماس أو ذهب وتلاقي حتى القلبة بتاعت الحبة دي قلبة أكلناها قلبة تخاتم ذهب أو خاتم ألباس حسب منتي بتقدم المنتج بتاعك إزاي أنا I can create demand يعني فيه في التسويق حاجة اسمها how to create demand إزاي تخلقي فرص عشان تبيع المنتج بتاعك الكريشن الديماند دي بيعتمدة بتدري السوق كواس جدا جدا بتقسم السوق إلى ساكتورج وكل ساكتورج قطاع من هذا السوق بيكون مناسب لي حاجة معينة أنا أقول لحالك البلح الزغلول بتاعنا بيتباع كواس جدا في أوروبا الزغلول إحنا من المشتري بـ 12 جنيه ممكن أن يتباعها من أكيد كيلو مثلا بربعة 5 دولار السماني بتاعنا ممكن يتباع فأنا ممكن أبيه أي حاجة موجودة أي حاجة موجودة ممكن تتباع بزات البرندات الأديمة القوية دلوقتي دخل في السوق حديثا المجدول والبرحي وأصبح دول أكتر منتجين ليهم قبول عالمي بس ده ما ينفيش ما بينفيش وجود الزغلول والسماني صح السوق كبير جدا جدا والمتسع كبير أنا أقول لحالك معدل استهلاك التمور في أوروبا طمرة لكل مواطن في السنة معدل استهلاك التمور في بلد سطنة عمان 80 كيلو في السنة شوف أديه الفن؟ فيه بوتانشل قوي جدا أنا بقول دايما لما يكون بقعد في اجتماعات مع توجار التمور ومنتج التمور بقول لهم أنه المنتج التمري ده بيش موجود في مصر وكان موجود في أمريكا 80% دول موجودين في أوروبا موجودين سامويل إلس كنا هنالحى صورة ونستخدمهم وكنا نستخدمهم كواس جدا أنا ما بروح أوروبا بزور مصانع الشوكولاتة بخصها أدو قطعة من هنا ومن هنا ومن هنا ولماش بفع 100 دولار فليه ما نعملش الملكة الزي في مصر؟ ليه إحنا أكبر منتج التمور؟ ليه ما تكونش التمرة هي الوجهة السياحية بالنسبة لي لكل السياح اللي جايين يزور مصر؟ ليه ما تكونش الوجهة الرئاسية بتاعتي في الطيران؟ ليه ما تكونش الوجهة الرئاسية بتاعت في الهدايا الرسمية في الأعياد والمواسم من غير ذلك؟ أنا عاوز أغير كالشرج أغير ثقافة التعامل مع الانتاج بتاعنا لأن الانتاج بتاعنا هو صروتنا هو دخلنا القومي فأنا مش محتاج إن أنا بدل أتلاشى بالإنتاج بتاعي أنا أعظمه بقدر الإجبار الحقيقة مصر غنية بالصروات مش بالتمور بس مصر غنية بالصروات كتيرة جدا جدا بس المشكلة عندنا إن احنا مش بنعرف نظهر صرواتنا مش بنعرف نلمع حاجتنا مش بنعرف نعمل تسويق جيد لكل حاجة عندنا ولكل منتجاتنا للأسف فقرتي خلصت وفي نهاية لقائي بشكر دكتور خالد بن الوليد خبير النخيل بشكرك يا دكتور بشكر دكتور أشرف الفارل أمينة العام للإتحاد العربي للتمور بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية جامعة الدول العربية بشكر حضرتنا بشكركم مشاهدين وفقرتي خلصت لكن لسا مكملين معاكم ومعاكم زميلتي مها وفقرة مهمة جدا بعد الفاصل انتظرونا